طيب النهاردة اجتمع طيب خلينا الاول نشوف خبر كان تبعناه النهاردة بخصوص المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا اللي اصدرت قرار بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الاموال والاصول الموجودة بالخارج واستئناف التحقيقات الخاصة بالجماعات الاجرامية المنظمة بخصوص تجميد اموال رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض المسؤولين المصريين السابقين وكذلك بعض رجال الاعمال المدرجين على قوائم التجميد الصادر بهم قرار من الاتحاد السويسري ده جي في بيان صادر عن مكتب النائب العام المسشار نبيل صادق بصفته رئيسا للجنة الخومية حيث ذكر ان سلطات التحقيق السويسرية سبقا قررت حفظ التحقيقات فطعنت اللجنة على هذا القرار وتم قبول الطعن النهاردة معانا دكتور محمود كبيش استاذ القانون بجامعة القاهرة مساء الخير يا دكتور أهلا بحضرتك مساء نور يا فنم مشرح لنا أكتر معنى القرار النهاردة بقبول الطعن يعني ايه اللي بيعنيه هذا الكلام يعني العودة إلى التحقيق مرة أخرى في الدخيمة المنظمة لأنه كان حضر النصر عمل صلة تجميد الأموال رئيس الأسطح محمد والسطح وبعض النصر المدينة الأعمال طيب أنا أنا مش سمع حضرتك كويس لو تغير بس مكانك يعني بسيط يا دكتور هلو أيوة يا فنم اتفضل كامل هلو أيوة مع حضرتك يا دكتور هلو طيب أنا مش سمع برضو الدكتور كويس لو ممكن حضرتك تغير مكانك أو نحاول أن نحن نكلمه مرة تانية وده البيان طبعا اللي كان موجود حالا على الشاشة وأنه بحسب هذا البيان ستستأنف اللجنة مباشرة إجراءتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية طيب هنحاول نحن نتصل مرة تانية بالدكتور محمود كوبيش علشان نعرف منه إيه الخطوة اللي جاية يعني إيه للمفروض أنه نقوم بيه إيه الإجراءات المفروضة أن إيه هنتخذها بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بقبول الطعن النهاردة الخطوة اللي جاية إيه وهل ده مع نازم كان بيقول بقص بيقول إن فتح التحقيق مرة أخرى ده هيعود علينا إزاي مصير الأموال الموجودة هناك في البنوك هناك إيه والحياة الأمر ده كلمنا فيه كتير طوال الخمس سنين أو ست سنين حتى داخلين لوقتي على ست سنين منذ قيام ثورة 2011 طيب رجعينا مرة تانية دكتور محمود كوبيش معلش يا دكتور ما كناش سمعين حضرتك كويس كمل لنا بقى معنا هذا القرار النهاردة أولا سيدة رهام لأنه هو كان مصر طلبت في البداية وضع أشخاص معينين على قوائل تلمية الأموال بناء على الاتهامات الموجودة في مصر وبعد ذلك الرئيس الأسطق محمد مرسي أرسلها من خلال تفير محمد رساعد طهطاوي طلب آخر بيإدراجهم أيضا على قرار تجميد الأموال استنادا إلى وصف آخر إلى اتكابهم جريمة منظمة ودي بيسموها ناكسة توسرة جريمة وطنية جريمة محلية اللي حصل إنه النائب العام التوسرة اللي حصل إن النائب العام التوسري في مرحلة معينة بعد تحقيقات هذه الجريمة اللي بيسموها جريمة محلية أو جريمة وطنية ناكسة توسرة أثر قرارا بحسب التحقيق طعنت المصر على هذا القرار من خلال طبعا اللجنة القومية للسجداد الأموال فقضت المحكمة الشترالية السلسرية بقبول طعن للجنة للسجداد الأموال معناها إلغاء قرار الحفظ والعودة إلى التحقيق مرة أخرى في هذه القرار وهل ده معناه أنه فيه أمل أن تعود هذه الأموال في القريب يعني يندر نقول المستقبل القريب؟ لا لا ليس معنا ذلك إطلاقا ده هي على فكرة جريمة محلية يعني بسموها دوميسك كرايم ناكسة أصدفية في سويسرة يعني ده لهم ثابتت هذه الجريمة لو افترضنا يعني إيه اللي بيحصل؟ معناها أنه سويسرة نفسية لطاق الأموال يعني يعني هو مجرد حرمان هؤلاء الأسماء والأشخاص من أنه هم يعني قدروا يتصرفوا في هذه الأموال لكن مش هيرجع لي نحن بضبط يعني هذا استمرار لتجميد الأموال بناء على هذا الاتهام اللي هو تم والاتهام ده ببه عشان نعرف كان تم مباشرة من الرئاسة من الرئاسة أيام رئيس محمد مرسي مكان رئيس الجمهورية وبناء على مذكرة أرسلها إسعى تحطوهي آنذاك إلى الحكومة أسوس واستمرت هذه تومة قائمة وبعد تحقيقها انتهى المحلناء بالعام إلى حفظها ثم طعنت لن يستبدل الأموال على هذا الحفظ بالحاصل يعني لكن الكلام الكتير اللي اتقال الكلام الكتير اللي اتقال طول السنين اللي فاتت إنه الفلوس هترجع وإنه يعني هترجع لمصر مرة تانية ده كلام مش صحيح يا دكتور محمود بتقول حتى وإن سبت أنا أنا يعني برؤيتي المتواضعة ولأسباب قانونية عديدة ما فيش أموال هترجع يا فندم بناء على هذه الاتهام الوسيلة اللي هتبت إعادة الأموال أو اللي الوصول على أموال من الخاصة بأشخاص موجودين في الكارج التصالح هو التصالح معها بالوقت يعني للأمانة يعني لأسباب قانونية عديدة لأسباب قانونية عديدة ربما لا يتصل الوقت لشهر شكرا لحدتك دكتور محمود كوبيش أستاذ القانون بجامعة القاهرة شكرا لك